موسيقى تم اكتشاف العديد من النصوص التدمرية ما هي المواضيع التي كانت تتضمنها هذه النصوص؟ هو الدقوش التي تم اكتشافها منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى وقت متأخر حوالي تزيد عن 3000 مص مدونة على مواد مختلفة بموضوعات مختلفة يعني من اهم الموضوعات هي التي تم تصنيفها مثلا النقوش النظرية هذه المجموعة من الكتابات دونت على مواد مختلفة وأغلبها المبارح التي كانت تقدم كتقديمات نذرية للمعابد معبد نبو معبد بعلشمين معبد فيل كان الناذرون المتعبدون كانوا يقدمون تقديمات عينية أو مادية كمذابح وأدوات تستخدم في طبخ في المناسبات الدينية الدورية التي كانت تقام في المعابد فكان هؤلاء يعمدون إلى تخليد هذه التقدمات في مص كتابيا يبين اسم الناذر وأسم الإله الذي قدم له هذا النذر وكانت هناك كتابات تدون على أعمدة وحيطان المعابد وعلى سواكف مداخل المعابد تبين إسهام بعض التدامرة طبعا الأثرياء وخاصة الذين يعملون في التجارة وفي القوافل التجارية كانوا يدونون هذه النصوص لتخليد عملية بناء معبد هذه نسميها النصوص المعمارية النذرية يعني كأن يقول أحد رؤساء القوافل بأنه بنى الرواق المتعلق بمعبد بعل شمين مثلا بنى الحائط مثلا بنى المدخل وطبعا وزينه وزخرفه وكذا وكذا فهي كانت بمثابة تقدمة كان يريد أن يخلدها باسمه لأنه ساهم بشكل أو بآخر في إعمار المدينة أو في الحياة الدينية في المدينة هناك صنف آخر من النصوص هي النصوص التكريمية طبعا النصوص التكريمية هي فريدة من نوعها من حيث الدلالة الكتابية كنصوص وأيضا هناك تأخذنا إلى شيخ آخر بأن هؤلاء الصادقون الذين كانوا يقومون بمساهمة بإعمار المدينة ويقومون بمساهمة في الطقوس الدينية من مالهم ويجندون الناس في سبيل إثراء المدينة وظهورها في المظهر البهي الجميع نصوري بأن هناك بعض النصوص التي كانت تدل على عبادة رجل مدينته يعني كان يستخدم الكلمة الآرامية دي ودى لمديته المحب لمدينته فكانوا يكرمونه لأنه امطلاقا من محبته للمدينة المدينة التي هي الوطن هنا استطعت أن أدخل إلى قلب هؤلاء وأستنتج للعملية المواطنة وهذه أن يرفع مقام الوطن إلى مقام الإله فهذه حالة مواطنة قدسية يا ليتنا في بلاد المشرق نستطيع أن نرقى إلى هذه العملية وعملية رد الجميل بالنسبة للمؤسسات الرسمية بأن تقوم ببناء تمثال لأحد قدم تقديمات وساهم في بناء المدينة وحضارتها وأعمارها أن يقوم بتكريمه في هذا الشكل فهذا أيضا نوع من الشيء الذي تتفرد به النصوص التدمرية لم نرى نصوص تكريمية في أي موقع أثري من المواقع التي تم التنقيب عليها من أكد إلى آشور إلى بابل إلى أجريت إلى المواقع الأخرى لم نجد هذا الصنف من الكتابات التي تمجد من قدم لوطنه شيء كبير هناك نوع آخر ومهم جدا هو النصوص القبورية النصوص القبورية هي أيضا نوع من الإبداع الثقافي التي تتحاكي الشواهد القبورية عندنا في العصر الحديث لكن عندهم تحمل ثقافة يعني الموت عندهم هي حالة من الحالات حالات الانتقال السعيد إلى العالم الآخر يعني الشواهد القبورية أو نسميها اللوحات التأسيسية التي كانت تعرف بصاحب المقبرة أو صاحب المدفن فيستوقف قارئ هذه النوع من النصوص عبارة بيت علماء في الآرامية بيت علماء يعني بيت الأبدية حتى المنحوتات ما نسميه بالسرائر الجنائزية التي زينت بها القبور بأنواعها مقبر البيت مقبر البرجية الثالث طوابق والسواكف وهذه اللوحات الجميلة وزينت بأرقى وأنواع أنواع النحت كنا نلاحظ هذه الإبسامة الخفيفة على المحية الميتين أو صور الميتين فكلمة بيت علماء وعناية التدامرة بقبورهم أكثر من بيوتهم يعني اليوم إذا ذهبنا إلى المدينة الحالية لمدينة تدمر نرى القبور مزينة واهتم فيها التدموري أكثر من بيته العادي هذا يدل على ثقافة ثقافة فيما حيات فيما بعد الموت التي سادت في بلاد المشرق كثيرا لكن اليوم عند التدموري سوقها وقدمها بطريقة روحانية رائعة يعني رمزية دلالية وجودية أن هناك ما بعد الموت هناك حياة أجمل تستحق من التفكير فيها أكثر من الحياة العادية حياة السريعة هذه لذلك سمى المقبرة بيت علماء هناك نوع من الكتابات دعيني أذهب إلى هذا الحائط العظيم حائط التعرفة الجمهورية كما يسمى القانون الاقتصادي أو قانون ضرائب هو حائط يمضب إلى ثلاث أمتار كان مطمور في الرمال طبعا الأمير لازاريف الروسي زار تدمر ولفت انتباه هذا الحائط الموجود في الرمال فأمر باستخراجه ففوجئوا بعد فك التلاصم هذه الكتابة الموجودة فيه بأنه من أعقد وأكثر الوثائق الاقتصادية القانونية الضريبية التي تتعلق بتوزيع المياه هو تنظيم المدينة بشكل ربما تعلم منه الاقتصاديون والقانونيين في كل أنحاء العالم عملية تنظيم المجتمع بهذا الشكل المفصل الراقي يعني أيضا طبعا هو موجود اليوم في متحف الروسي أرميتاج ويزين إحدى أهم القاعات هناك هناك صنف آخر من النصوص دون على قطع فخارية صغيرة مع رسومات رمزية رموة دادلع الآلهة سمي بالولائم الدينيين أو البطاقات الدعوة إلى ولائم دينية هي أيضا هو جزء مبهر وباهر من الكتابات هذه التي دونت لسماح لدخول أصحاب هذه البطاقات توضع على ناس معينين وخاصة على الكهنة لسماح لهم بالدخول للمشاركة بالولائم الدينية طبعا كان يكتب عليها بعض العبارات التي تدل على حصة الداخل إلى هذه الولائم الدينية من الخمر ويعني يقول له فلش حمر فلش شمن يعني فلش بمعنى نصف نصف حصة من الخمر نصف حصة من الشمن بمعنى اللحم وهناك طبعا هناك أنواع أخرى من الكسرات الصغيرة التي دون عليها أسماء عالم ومشاركة فهذا بشكل عام يحتاج أيضا إلى تفصيل أكثر لكن حاولت أن أختصر بشكل عام أهم الموضوعات التي تناولتها المقوش التدمري موسيقى موسيقى لا بدك تلنا بس كلمة هيك لشركة زحى أنا طبعا تشرفت بالإطلالة بعيونكم أو من خلال عيونكم هذه خطوة مباركة وقلت لك أنتم مجموعة من الشباب الذين نحس بأن الحياة مستمرة عندما تقومون بهذه العملية التوسيق وإظهار التراث السوري المشرقي الحضاري الحقيقي بطريقة أكاديمية بطريقة علمية صحيحة بالالتقاء بالجهات العلمية الصحيحة هي خطوة رائعة بالاتجاه الصحيح وأتمنى لكم من كل قلبي أن تثمر أعمالكم وتوضع في المكان الصحيح وحدون بيقوم مثل زهر البيلزان وحدون بيقوم